تنتقل مملكة البحرين إلى المستوى الأخضر ضمن ألية الإشارة الضوئية في التعامل مع انتشار فيروس كورونا يوم غد الجمعة وقد تحقق ذلك بفضل جهود وطنية مخلصة أثبتت مشاركتها الفاعلة في كافة مراحل التصدي للجائحة وعي المجتمع والقرارات السليمة وتضحيات أبطال الصفوف الأمامية سطر تروع الأمثلة في التصدي لانتشار فيروس كورونا وبفضل الجهود المشتركة تقبل المملكة على مرحلة جديدة من مراحل التعامل مع الجائحة وهي المستوى الأخضر ضمن آلية الإشارة الضوئية ويتطلب الانتقال إلى هذا المستوى من مواصلة الالتزام ولبس الكمامات وتطبيق الإجراءات الاحترازية ذاتها وفيها ستتاح معظم القطاعات أمام المتطاعمين وغير المتطاعمين وستقتصر دور السينما والمناسبات أو الفعاليات في المناطق الداخلية على المتطاعمين لازلنا ننصح أن كلفر مسؤول عن ارتداء الكمامة في المناطق الخارجية في كل المستويات لأن الكمام يساهم في الحد من انتشار الفيروس وطبعاً ما رح نشوف أنه إذا صدرت أي توجيهات بهذه الشأن من الفريق الطبي نفسه ولكن لحد الآن نحن نوصي أنه ضرورة الارتداء الكمام في هذه الأماكن ويحدد الفريق الوطني الطبي متى ما تطلبت الحاجة الانتقال لمستوى آخر خصوصاً أننا مقبلون أيضاً على إجازات العيد وفيها سننتقل إلى المستوى البرتقالي في يوم عرف وأيام عيد الأضحى وتحديد المستوى الذي يليه حسب المعطيات لاحقاً بحسب متوسط نسبة الحالات القائمة علامة النجاح التي وصلنا إليها أصبحت فارقة بفضل زنود أبطال الصفوف الأمامية الذين لا يعرفون الكلل مع الاقتراب من خط الانحسار ووصول إجمال الحالات أقل من ألف حالة بعدما كانت في مستوى مرتفع ومرحلة حرجة بعد ما كنا في الموجة الثالثة فالحمد لله أننا وصلنا إلى المستوى طبعاً ما جاء من فراغ هو جاء بعد الجهود الحثيثة التي يبذلها الفريق الطبي لتصدي الفيروس كورونا مع القيادة وطبعاً الحمد لله بوعي المجتمع وتكاتفهم لتطبيق كل الإجراءات التي ينصحون فيها ولم يكن لهذا النجاح أن يتحقق لولا حرص جلالة الملك على صحة وسلامة شعبه وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين أينما كانوا ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المستمرة لإنجازات الفريق الوطني خطوة بخطوة خطوة بخطوة 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 ترجمة نانسي قنقر